هل بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي في حال وصول المحصول سالما؟ هو السؤال الأكثر طرحاً حالياً لا سيما في ظل التخوفات على المستوى العالمي والتقارير الدولية التي تتحدث عن نقص الحبوب من جهة والتقديرات المحلية بإمكانية تحقيق 50% فقط أو أقل من حاجيات السوق التي تعتمد أساساً على القمح اللين نجموش نتحط على الاكتفاء الذاتي بالنسبة لأسنا لأنه اليوم صابتنا تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار هذا على مستوى التجميع هذا المنتظر لكن أنتم تعرفوا الاكتفاء الذاتي متعنا نحن نتراوح بين 32 مليون و35 مليون قنطار هذا بتبع الحال نحن قادرين للوصول الاكتفاء الذاتي خاصة بالنسبة لقمح صلب لأنه عندنا كل المقدرات اللي نجمون لكن هذه في غضون بعض السنوات بتبيع الحال لكن لابد العمل عليها لابد من توفر كل الشروط لينجاح الخطة الوطنية للوصول الاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب ممكن أيضاً من وجهة نظر سليم بوصبح المهندس الفلاحي والخبير في العلوم الاقتصادية إلا أن ذلك يبقى بعيداً بالنسبة إلى مادة القمح اللين وذلك بسبب العديد من العوامل أنه يكون عندنا اكتفاء الذاتي منتعنا في القمح الصلب هذا قادرين عليه ونجمو نحقوه في تونس نزيد حاجة أخرى أن القمح اللين راهو ستين ولا سبعين سناء ما كانش موجود في تونس هذاك علاش لازم السياسة الغذائية في تونس تتجه أكثر وأكثر إلى النظام الغذائي المتوسطي اللي ما لازم نفقدوه على خطر إذا كان نفقدنا نظامنا الغذائي ما عاش نجمو نحكيه على سيادة غذائية التحكم في أسعار المواد الأساسية سيمكن حتماً من تحسين الأمن الغذائي لدى المواطن إلا أن التوجه نحو المواد الغذائية المدعمة والمستخرجة من القمح اللين ليس إلا ترجمة لأزمة في نظام النمو الأزمة هذه ترجمة تؤدي إلى أن التونسي يولي مضرور في قطو اليوم السيناريو الأسوأ نيفيداما الأسوأ جديبيان أسوأ إن شاء الله هذه معناتها عندي ثقة في الموجودين معناتها بش أن نتفاديوه هو ظهور المجاعة اللي هي معناها آخر مجاعة في تونس عام 1838 العديد من العوامل لابد أن تتضافر من أجل الوصول إلى السيادة الغذائية كالعمل على الإنتاجية وتوفير مسلزمات الإنتاج والتطوير البحوث الزراعية وتحفيز الفلاحين على الاستثمار